اشتركوا في القناة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري قال وزير خارجية سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر المناخ كوب 27 ان مصر ستدفع الدول المشاركة في المؤتمر الى الوفاء بتعهداتها بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل حاد وتعويض الدول النامية واضف شكري في حديثه لوكالة اساشيات البرس ان الهدف العام لمؤتمر المناخ سيكون الانتقال الى مرحلة التنفيذ بعد ان وضع مؤتمر جلاسجو اللمسات الاخيرة على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اتفاق باريس عام 2015 واعرب شكري عن امله بان يكون النقاش بشأن الخسائر والاضرار شاملا وغير عدائي وان يكون هناك اعتراف بين جميع الدول بضرورة التكاتف قالت رئيسة المفاوضية الاوروبية اورسولا فوندرلاين ان هناك تنسيقا يجري مع رئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الامن الغذائي في ظل الازمة في اوكرانيا وخلال مشاركتها في منتدى دافوس اشارت فوندرلاين لانها تعمل مع رئيس السيسي لمواجهة عواقب الازمة في قطاع الغذاء لتبديل سلاسل التوريد القديمة باخرى اكثر موثوقية اعرب وزير خارجية الصيني وان جي عن دعمه لانشاء ممر اخضر لصادرات الحبوب من روسيا واوكرانيا وقال وزير خارجية الصيني خلال مفاوضات عبر الفيديو كونفرنس مع نظرته الالمانية انالينا بربوك قال انه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز اقف اطلاق النار في اوكرانيا وتعزيز انشاء قناة الخضراء لتصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا وبحسب وان جي فانا بكين مستعدة لاجراء مشاورات حول هذه القضية مع جميع الاطراف المعنية اكد رئيس الامريكي جو بايدن ضرورة الوقوف في وجه مجموعات الضغط التي تدعم تجارة الاسلحة وذلك تعقيبا على الهجوم داخل مدرسة في ولاية تكساس والذي اودى بحياة واحد وعشرين شخصا بينهم ثمانية عشر طفلان وعرب بايدن عن تعازيه لأهالي الضحايا مشيرا ان هذا النوع من الحوادث لا يحدث الا في الولايات المتحدة داعيا الى تقييد حيازة الاسلحة قائلا ان الوقت قد حال لتحويل هذا الالم الى عمل جاد قالت هيئة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية اجرت تجارب صاروخية باليستية قصيرة المدى واخرى بعيدة المدى عابرة للقارات مشيرة الى ان الصاروخ الثاني من بين ثلاثة انفاجرا في الجو وضف الجيش الكوري في بيان ان الصاروخ الاول حلق على ارتفاع خمسمائة وارمعين كيلومترا وقطع مسافة بلغة ثلاثمائة وستين كيلومترا فيما قطع الصاروخ الثاني مسافة سبعمائة وستين كيلومترا محلقا على ارتفاع ستين كيلومترا وادانت كوريا الجنوبية بشدة تجارب الصاروخ الباليستية التي اطلقتها بيونج يانج قائلة انه استفزاز سافر وان الرد جاهز على جميع حالات التصعيد من جانبي كوريا الشمالية قالت وزارة الصحة في اقليم كابك الكندي ان الاقليم سجل 15 حالة اصابة مؤكدة بجدر القردة وذكرت الوزارة انه تم ارسال المزيد من العينات من اجزاء اخرى من البلاد الى المختبرات لفحصها مع توقع المزيد من الحالات مشيرة انه لم يتضح بعد الاعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم اخترت صحيفة دا تايمز البريطانية المقصد السياحي المصري دمن سبعة مقاصد سياحية يستطيع السائح قضاء اجازة ممتعة بها خلال فصل الصيف وبتكلفة مناسبة وقال تقريرا للصحيفة انه بالاضافة الى المقاومات الفريدة التي يتمتع بها المقصد المصري فان هناك العديد من الاسباب التي تشجع السائحين على زيارته بينها المواقع السياحية والاثرية بالاقصر واسوان والمدن المطلة على البحر الاحمر والتي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة وبشواطئها المشمئة او المشمسة الدافية ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا على عطيم المتابعة هذه تحياتي رؤية ابازة الى اللقاء